هاي ماميز كيفنا اليوم عادة مع بداية فصل الصيف بحب وسع القواد وكبر مساحة اللعب علشان الولاد مشان هيك هلا حتشوفونا عم نعزل القوضة تعيت على اللوشي وعم نكبر له المساحة تعيت اللعب وعم نزل له غراض الصيف يلي منحطهم بالصيف منشينهم بالشته انا ولين وسيسي عم نتساعد وعم نحاول نغير الديكوريشن تاع القوضة وتغيير المطارح وننظف تنظيفة مرتبة للقوضة هخليكم تتفرجوا شو كنا عم نعمل وبرجع معكم موسيقى موسيقى وهون نقلت لغزانة الالعاب للميلة التانية وزركت التخط بالحيط عشان ما ياخد كتير مساحة وحتى يطل له الخيمة وصار فيه مساحة كتير كبيرة بالقوضة ليلعب هو ورفقاته بس يجل عنده بالصيف وصار تقوضته اكبر واوسع وشكله هيك مثل الصمر وهيدي الفيو النهائية لقوضة عالوشي مع التانت والالعاب وكل شي مضيف موسيقى 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 طلبت منهم اهم شي بالنسبة لي غيروا الكفرات للكفرات الصيفية كفرات لدخوت لانو عندي كفر صيفة كفر شتوى وانو يضبوا الغبرة ويمسحوا ويعملوا الارض هيدا اهم شي بالنسبة لي وهن كيف بحبوا يعملوا القوضة وين بحبوا يحطوا الغراد وكيف بحبوا ينقلوهم مهم يكون عندن مساحة كبيرة ليقدروا يلعبوا وعلشان كمان يرسموا او يعملوا الاكتيفتي اللي هن بحبوا يعملوها بالصيفية سوح هنترككن مع الفيديو لتشوفوا البنات كيف قلبوا قضتهم وكيف نظفوها واذا عندكن ولاد صبايا متل ولادي دايما نعلموهم يعتمدوا على حالهم اعطوهم لتركز كيف ممكن يعملوا الشغلات كيف الشغلات بتزبط ويعطوهم الحرية انو هن ينفذوا افكارون علشان ما يكونوا كتير مضغوطين بقراءكن بس برضو هيدا الافكار لازم تكون انتو موجهينة يعني انو تعلموهم كيف بيعملوا مثلا تعلموهم كيف بيعملوا هوفر تعلموهم كيف بيمسحوا وهن بقى يعملوا هوفر يمسحوا على كيفهم وهيدا كانت الفيون نهائية لقوضتهم وكيف غيروها حطوا التختين بوج بعض على الحات سو صارت المساحة بقلب القوضة كتير كبيرة بيقدروا يعملوا اللي بالدنيا بالصيف بالارض خصوصا انو نحنا مطولين لحتى نسافر هيدا الصيفية وهلأ بعد ما خلصنا قوضة البنات وصلنا عقودة القعدة ترجمة نانسي قنقر انا بما انو كنابياتي جلد بضلي ايدي فين وبضلني بمسحن وما بتركن يعني كليوم لازم يتمسحوا اذا ما بيتمسحوا هيدا التمسيحة اللي أنا عم مسحها عندي وايبس بخليه بين ايدي لحتى مسح مطرح ما بحس فيه بقع ايدين بغري عشان ما يعلم مشان هيك بتشوفوا انو قلب الكنابيات حتى نضيف عندي يعني شوية مغبر اوكي بس هو نضيف ما في كتير وصخ لاني انا ما بسمح للوصخ يتراكم بقلب الكنابيات مطرح ما بنعاد وهلأ عشان كان بعد فيه شوية من رمضان وكل تعور رمضان الديكوريشن كله انخلص استعملتهم 3 سنين سنت الجاي غير وهلأ متل ما عم بتشوفوا عم نمسح غبرة واللي عم يعمل الأرض واللي عم بينضيف كل واحد منا ايخ تشغده وعم يعمل الأرض موسيقى 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 اصلا ما فيني حطلي اياها برا لانه كتير شوف 60 الحرارة مستحيل حطوه برا حتى يتلو اياها تفيت شوي الاي سي خففته ما تفيته اكيد ما فينا اطفيه حتى يتلو على الخفيف الاي سي وعبيتلون اياها بالمطبخ لانه هلع بدنا نشتغل بالمطبخ بسبب ما نشتغل بالمطبخ انت بيهتها شوي انت ارى هذا انت ارى هذا. نحن نرى انها هل يعمى نحن بس أو يعمى احسنا و لا يمكنني ان تفكر انت قم بها يجب أن يحاول أن يلعب بالفلايدو يعني أنني أعطي صنية تحت البلايدو لتبقعت السجالة لا أعرف كيف تنظف مال لا أعرف إذا رأيتهم بلايدو يجب أن يلعب بالفلايدو إذا لديكم طريقة لأشيلهم عن السجادة لأنني سجدت هذه الخيوط التي فيها طوال لا نقصر من الأرض السجادة طويلة لا يقصر لذلك أتعلم مرة أخرى عندما أقول لا تقوم بعمل علي في المشاركة لو قل لي ماما بحط بحط صنية و بلعب على البلاط ولا بلعب على السجاد لا يرد علي لا تقوم بعمل يعني لو وعدنا نرد على الوعد في عنا بلبنان منقول على الوعد يا كمون ما في ما في أمد أول حد دو ما في المشاركة أنا أخرج على فترة أقوم بعمل أمد قبل كنت أضع دو دو بودرة دو غسيل ما راحة بس حطيت أمد هيدا دوا غسيل بستعمله انا بحبه لانه ريحة التياب تطلع بتعقيد اغلى من غيره اوك ما بهمنا ريحة التياب حلوة اه مش حالو تعالوا نشوف هيدول يلي كانوا بقعهم كتار حطيت عليهم كمان ايه وضبا راحوا شوي هاي راحوا شفت حدا على اليوتيوب عم يعمل بماشين مثل الهوفر بس بيخصل فيها الارض والسجد وبتشتغل على البخار بدي بدي شوف اذا في منه امازون او شي وله يمكن جيبه علشان السجد عنده ما بقى سعد ثبفي موسيقى 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 وهيدي صارت الفيو النهائية لقطة القاعدة ولي حاضر فيديوهيات اللي قبل بيعرف انه هيد الكرسة تغير لونه ايه غيرت لونه بس هلأ كل القوضة صارت نضيفة وصار لحتها كتير حلوة بس الجادة صارت نضيفة لانه فرقناها والأرض صارت عم بتلمع وهلأ صار وقت اننا نروح على الكارسة الكبرى الى المطبخ موسيقى وهيدا بعد عنا المطبخ موسيقى 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 كما تطلع بالمسبح بالمطبخ بالضحك بالمطبخ ما في كتير شط صارحة انا كنت معزل للبراد والغزينات والحيطان كله عزلت المطبخ بس ما صورت فيديو لانه بدنا نطلع ع السلم وننزل وبدى افرق البراد وهيك ما فيني صور فيديو وكون حاطة عراسيه موسيقى ، فلا نفع على الاتفال ، وينزيك من المل يوم ، وينزي bounce ،ها طفل لديos غزانات فهم تنزيل ، بدون تنزيل بالارض بس مليوم صراحة بس خلص أهم شيشط في الارض من وراء البسين اشتركوا في القناة موسيقى وهلأ هيدا القسم المفضل عندي لما تكون عم بعمل المطبخ كتير بحب غسل البلاطة والحيطان لأنه بحسبة لهم ما بينضف المطبخ بتحسوله لا بعد ناقصوا شي لازم لازم البلاطة والحيطان موسيقى 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 وهيك بكون خلصنا المطبخ وكل شي صار نضيف وهيدي الفيون نهائية للمطبخ وإذا حبيتوا الفيديو ما تنسوا تعملوا شاروا لايك وسبسكرايب وهلأ مثل العادة مرسي et au revoir